كيف تبدو وسيم وأنيق من خلال وقوفك الصحيح والمتميز؟ معكم خالد محب للموضة كنحاول نقدم لكم عدة نصائح في الفيديوهات ديالي نخلي لكم انستغرام ديالي باش تواصله معي فيه إلا عندكم شي سؤال ويتسألوني علي مرحبا هذه الطريقة باش غادي نتواصله مع بعدياتنا إن شاء الله من هنا القدام ولكن انت أول مرة غادي تشوفني ما تنساش تشارك في القناة ديالي وفعل الجرس باش يوصلك الجديد كيف ما كتعرفوا الوقوف السليم كي يعطيك واحد ثقة في النفس وكتحس برأسك آنيق من خلال الوقوف ديالك سنحاول نعطيكم هنا في هذا الفيديوهات بعض النصائح باش تطبقوها واللي ستساعدكم بزر ستحس برأسكم بأنكم آنيقين وعدة أشياء ستنفعكم في هذا الفيديوهات تخيلوا معي ما لدينا العمود الفقاري كيف سيكون الشكل ديالنا ديال بحال مها أو ليس بحال مهاكة قاعدتها للتحت العمود الفقاري ما يتحكم فيه نحن اللي كنت تحكم فيه ما دم نحن بصحة جيدة والحمد لله والنعمة اللي اعطاننا الله سبحانه وتعالى كنت تحكم في العمود الفقاري ديالنا أول شيء إنسان يحاول أن يرفع رأسه لا تكون ذلك بحال مهاكة وكتبت تهضر مع الناس كتباً بحال شيء مسكين شيء محقور شيء محقور شيء محقور لا يوجد قيمة الإنسان يعطي قيمة بنفسه يحاول أن يرفع رأسه لا تكون ذلك المتكبر أو المتعجر في حال مهاكة إنسان غير تكون واحد الوقوف بطريقة سليمة 100% في حال مهاكة والأعيون ترى في الأعيون الشخص سواء كان مجموعة أو شخص واحد تكون مجموعة طريقة التلقائية والجامع لا نريد شخص بحال مهاكة بحال مهاكة بحال مهاكة بحال مهاكة بحال رجلي أنا سأعطيكم بعض النصائح كيف يكون الأقدم والكثيفين من خلال الوقفة إذا كنت تتاقى برأسك وأشعر بالهندام الذي يلابسه من خلال غير أن هذه الوقفة ستعطيك ثقة في النفس كبيرة التي لا تتصورها وتخيل بحال مهاكة أصلاً يظهر عليك الملل ولكن إذا كنت توقف في مهاكة مبتاسم وكتشوف في ذلك الشخص وكتناقش هذا الموضوع كما قلت لكم الطريقة الأولى هي العمود الفقاري يكون بوحد طريقة وضعية المستقيمة أنت التي تتحكم فيها بحال مهاكة وعادي كما قلنا قبل الظروف والتكبر والمسائل طريقة التي تكون صحيحة أنت تتحكم فيها الطريقة الثانية هي الكتفين الشخص يحاول يقوم بإرجاع الكتفين إلى الوراء لا يزيد فيها تكون بوحد طريقة العادية كما تكون واقف والصدر إلى الأمام والصدر إلى الشخص يكون بوحد طريقة أنيقة وجدالة إلى الأمام وهذا بعض الأشخاص يكونون مطيحين كتافهم وعندهم القوة وعندهم القدرة وعندهم الكتاف ولكن لا يتحكم فيهم لا يوجد أن ينبه إذا نحن في هذه الفيديو التي نحاول ونقدمه لكم نحاول أن أعطيكم نصائح لكي تحاولوا تطبقها لكي تكونوا ونطبق ونطبق فيكم الصفات الوسامة والجمال عند الرجل نريد أن نرى شيئا بحيث أو أمان إذا يكون مبتزم وضحف وفرحان طريقة الراحقة كما قلت لكم لكي تظهر التعب والإرهاب والعياق والإنسان بلد بعض الأحيان ونحن وضع حاول تحسن وضع الكتفين أسهل طريقة لتحسين الكتفين والاستقامة لطهر عند الجلوس ستعين تجلس الكرسي بحالة مدخرة تضع الكرسي وتريح وضع طريقة التي تكون سليمة بحالة تشاهد تلفاز أو أيضا عمال في الخدمة إذا كنت تجلس في الكرسي في إدارة أو جهاز حاول الإنسان يكون الجلوس بطريقة صحيحة ومئة في المئة فعالة الشيء الذي يخص أي واحد يعرفه هو الساقين الأرجل لدينا ستكون بطريقة لمستقيمة سليمة مئة في المئة مئة في المئة كما رأيت الأرجل تكون متوازية لا يريد أن نفتح الأرجل بطريقة كبيرة لا يريد أن تكون الأرجل يكون دائما مستقيمة لا يريد أن نفتح الزجل وتضع الزجل هذا يظهر الإعياء والتعب على الجسم الملاحظة الثالثة التي لاحظت أن الوزن توزعه على الأرجل لك لكي الجسم لا يعيش وتبانوه بطريقة جميلة الأول التي أخبرتكم وكخلاصة التي تريد أن نركز عليها أول مسألة هي العمود الفقاري العمود الفقاري يجب أن متوازي مع الجسم أو واقف بطريقة صحيحة الطريقة التي تدريب هدرنا عليها الكتفين من فضلكم الإنسان يجب أن يركز على الكتفين لأن الكتفين هم الشيء المهيب الذي لا يركز المهيب الكتفين كما قلت لكم إلى الوراعة الأرجل الساقين عادي الساقين يجب أن يكونوا بعض الوضعية ويكون واحد الوقوف بطريقة صحية أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على لايك وتضعوا إلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا